مساء الخير على كل مشاهدي مشاهدين مهرات عظيمة من خلال قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضراتكم وطبعا النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفات بناء على طلب حضراتكم بسيطة وخفيفة وبداء اللي حاجات احنا ممكن نكون بنعملها وإحنا شغالين برضو هنتكلم عنها باستفادة لكن اسمحونا النهاردة ان احنا هنعمل وصفة للوصفات الجميلة المحببة لأصدقان اللي بيحبوا الحاجات اللي مش مقلية يعني هنشتغل نعمل صدور دجاج كده لطيفة تدبيلة حلوة بسيطة ليها تستوى حلوة لكن هنستخدم الشفان وهندخلها الفرن عشان القلي نتعت شوية عن المقليات طبعا اللي عنده ايرفراير يقدر يتعامل في الوصفة دي بكل سهولة وتزبطوها يليها زبطاء وطبعا رشة الزيت دي مهمة بخاخ كده رشة زيت وفيه دروقتي ازاي الزيت بالبخاخ جهزة او بخة زيت بس وتتحط في اليرفراير وتبقى على درجة حرارة متين تطلع اللونها جميل وبسيطة وحلوة او البديل لو ما فيش يبقى الفرن ان شاء الله طيب عندنا صدور الدجاج دي هنعملها بالشوفان هنقول كده الوصفة مع حضراتكم نبدأ نشتغل فيها شوية شوية عندي نصف كيلو من صدور الدجاج انا جايبة النهاردة صدور الدجاج كاملة وهقططها مع حضراتكم عشان يبقى فيه تخانة شوية في الصدر واحنا منشتغل عشان برضو ما يبقاش الصدور الباني اللي احنا منستخدمها للباني ما تنفعش في الوصفة دي لانها بتبقى رؤية او يروفية عشان ما ينشفش طيب عندي بصلاية مبشورة عندي ربع كوبة من الزبادي معلقة صغيرة من المستاردة معلقة كبيرة من الكاتشب معلقة كبيرة من الزيت معلقة كبيرة من الخل معلقة صغيرة من البابريكا ملح وفلفل طيب التغليف هغلف بايه هغلف بكوبايتين من الشفان الكامل او كوباية من الشفان المطحون وعندي بيض هتعامل على الشفان ده على انه البقسمات بتاعي بديل للبقسمات كده احنا ان شاء الله متفقين بسم الله طيب هناخد نلبس كده الجلافز ونفضل نقطع مع حضراتكم الصدور انا يعني بصراحة بجيب الصدور كده برضو في البيت يعني ايه بحب ان انا قطعها بنفسي عشان السمكة دي ترجع لها عايزين تدقوها شوية تتحكموا فيها شوية مفيش مشكلة بصوا الصدر هنا بسم الله الرحمن الرحيم دي بتاعة الستريبس اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي بنعمل منها الستريبس اهي الجزء ده تلاقوه كده والصدر كامل فانا برضو باخده لوحدو يعني بقطعها لوحدة بستفيد منها برضو ماشي الكلام بيتبقى الصدر كده بعد ما اتفرط هاخد بقى انا سكينة كبيرة يا رب بس تبقى حامية وكويسة وممكن اعمله على اتنين خلاص خلاص هادخلوا فرن والفرن ان شاء الله هيساويه معايا بشكل حلو اهو كده حلو يبقى جميل جده التخانة دي كويسة اوي هناخد هنا كده كمان هنفصل الستريبسة هي على فكرة تقدروا ما تجيبوا فراخ وتيجوا عايزين تعملوها كده ممكن تفصلوا الستريبس دي تبقى لوحدها وتستخدموها لوحدها في وصفة استريبس سريعة وتعملوها برضو صحية ماشي انا بس عشان هسويه في الفرن فيه ناس كتير كانت لما بتلجأ ليه الفراخ المقرمشة وتيجي تعملها فتقولك ايه ما استويتش معايا برا بس خدت له لو في الحالة دي بنحط بقتها في الفرن يعني بندخلها الفرن عشان تكمل التسوية بتاعتها ممكن بقى ناخد دي كده نصين كده ممكن بقى نتكلم عن فوائد الصدور بشكل جميل لانه هو اقتصادي لانه فيه كمية لحم اكتر والدهن طبعا قليل زي ما حضراتكم شايفين عشان كده بيعتمدوا للاعبي كمان الاجسام وصوا كده ممكن ناخد بقى واحدة من دي هو طبعا مصدر جيد جدا البروتين الحيواني لانه فيه دهون قليلة ناخد اهي الجزء ده اشيل منها الحتة دي بس بس كده فعلوا بقى نبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا نعمل التدبيلة التدبيلة عبارة عن ايه بقى هناخد كده اه انا هنا بس تقو شوية مكارونا مع حضراتكم بصوا مكارونا حطت لها معلقة ملح صغيرة ورشة زيت اهي عايزين بس نصفيها هنحطها له هنا عشان محمد يصفها لي ونبدأ هنا ناخد التدبيلة بولا كده كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم نا دي مش كبيرة ايه دي كبيرة اهي هنحط الزبادي اول حاجة بالمية بتاعكم احنا اتفقنا ان دي فيها البكتيريا النفعة خلينا كده ناخد ايه الوسك ده اهو ادي الزبادي مصطرده مصطرده دي بتدي تعمل الصدور روعة حتى في البانية يا جماعة والزبادي ده فويده كتير جدا معلقة كاتشاب عايز اقول لكم هو الاختيار الامثل دايما لالناس اللي بتحب الدايت لانه هو بيساعد يحرق الدهون اللي في الجسم وبيحسس بالشبع وبيدي اشعور بالامتلاق لفترة طويلة فيه طبعا نسبة كالسيا مكيسة وفيه بكتيريا نفعة وهنا اخد ده عايز اقول لكم البكتيريا اللي فيه صحية للامعاء جدا وبتسهل طبعا عملية الهضم بتقلل الانتفاخات والامساك رشة ملح وفلفل وبيساعد على ضغط يعني زبط ضغط الدم لانه فيه نسبة كبيرة الحمد لله من البوتاسيوم بصو كده عايز اقول لكم نسبة الكوليسترول بتتحسن جدا بيه في الجسم في نسبة ترتاح جدا وعشان كده هو بيقلل الاصابة بانسداد الشرايين وبيقوي الجهاز المناعي برضو يعني كمان الناس اللي ممكن ترتاح مع الزبادي بتحس الفروق دي جدا بصو كده تكبيلة دي هنحط برضو الزيت في الآخر انا مش هحط دلوقتي الزيت كده تسخليه احط معلقة بسيطة من الخلق وعصير الليمون هنحط معلقة واحدة من الخلق واخط برضو معلقة من عصير الليمون تقدروا تقطعوها كلها زي الستريبس زي ما احنا عملنا كده هتبقى جميلة برضو وايه ايوه وصو اهو كده شايفين الزيت هاخد شوية من عصير الليمون بسيط قوي حبه نونه كده مع الملح والفلفل عايز اضيف بغارات دجاج ماشي يدي طعم حل تدبيله زي ما انتم عايزين تدبيلة دي رائعة واللي عايز تزود اي حاجة من التدبيلات هنسيبها في التدبيلة دي على الاقل ساعة لو انتم مستعجلين او لو عايزين اعمل بليل للصبح عشان تستمتعوا بيها وتحسوا طعم الفراخ جميل ويعني تستمتعوا بيه طيب هاخد كده السوق ده هحطه هنا وهبدأ بقى همسح الجزء ده كده ويه ونبدأ ناخد جلافز داني وهبدأ اشتغل محاداتك في البريدين البريدين ده او الغلاف الطبقة الخارجية دي يعني في ايدينا نتحكم فيها هاخد كده بسم الله عايزين محمد بس يدخل ياخد المكارونة دي لو سمحتي انا ده طيب عندي هنا شوية جنين قمح وعندي الدقيق بتاع الشوفان او الشوفان ده وانا طحنته ماشي وبعدين هزوت برضو شوية من الشوفان العادي عايزين تطحنوه كله وتخلوه كده كبديل برضو مفيش مشكلة إلي غاية حضراتكم هحط عليه رشة من الملح والفلفل ولو عندكو شوية من توابل الفراخ هتحطوه هتنكهو ده ممكن رشة زعتر كمان تتحط فيه الخليط ده تمام وبعدين هاخد كده البيت هحطوه في بولة تانية والبيت لازم اتعقى ده عشان بيت صغير فانا هستخدم التلات بضغط لكن لو انتو عندكو هتستخدموه في البيت الكبير بطين بس كفاهية الكمية دي والبيت ده طوزه زي ما انتو شايفين هحط معاه رشة ملح وفلفل برضو كده ولازم ازود معاه شوية من المية احل بيها شوية الدرجة او اللزاجة بتاعت البيت علشان اهو ما تثبتش وتبقى سهلة علي وانا بنزل في البيت والشوفان اهو وصوا زي ما حضراتكو شايفين كده اهو ممكن بيض نحط عليه لبن او ممكن نحط عليه مية زي ما انا حطيت اللي يناسب حضراتكو اعملوه طيب هبدأ بقى هاخد كده الصور وهنزل الصدور المفترض اهي في البيت كده شوفوا التدبيل عليها ازاي تقدر تحط توم بودر بصل بودر وهنا في البريدنج الصدور صحية جدا اهو شايفين ازاي وهنفرد هنا غيرها بسم الله شايفين صدر كافي ووافي طبعا بعمل شوية شوية وبزود وانا شغالة يعني انا دلوقتي شغالة هو خدت كمية كبيرة اللي بقى سبيها ولسه فضل شوية هروح مزودة لكن ما حطش الكمية كلها من وانا بشتغل في البريدنج عشان يبقى عندي كمية لسه مش مبتلة او مش ردبة تمام هاخد كده هناخد الجميل ده طبعا كل ما تنقعوها في التديلة دي هتلاقوا طعمها حل بسم الله تقدروا تقطعوها بقى يعني حجام صغيرة دي هنعمل جنبها كده شوية مكارونة لطيفة نحاول بقى نعمل مكارونة لها طعم حلو كده واللي عايز يكتفي بالمكارونة المسلوقة بس ماشي ممكن قوي هاجي هنا بقى شفتوا احتاجت هروح مزودة شوية دينين القمح شوية الشفان اللي بقين ومش هنسى رشة الملح والفلفل ولو حطيت بهرات شايفين اهو ده اللي انا اقصده مع حضراتكو حتى وانا بشتغل في القني شايفين ازاي اهو كده وهناخد صدر ده كمان هنلزل في البيض اهو حاجة مفيدة وكويسة اللي حابب يطحن اللي شفان ويخليه زي بقسمات ناعم كله مفيش مشكلة فيه ناس بتحب تستمتع بطعم الشفان ده وفيه ناس بتحب تحمص الشفان وتستخدمه زي زي رقائق الزرق الصفرة اللي بتتكل على الفطار مع شوية اه يعني فواكه كده مجففة فبيبقى جميل جدا اه انتو عايزين ايه حبايب ناخد كده قطعتين حلوين صغيرين تمام هناخد كده كم واحدة صغيرين دول برضو حلوين هعادر يا حبايب قلبي كده هعمل كده دي اللي هم اللي قلنا عليهم اللي ستريبس قصوا جميلة زي وبتبقى ملاق يعني فيها لحمة جوه وجميلة وسواه في الفرن بيبقى رائع الحقيقة يعني يعني سواه الفرن ده ما هواش حاجة وحشة هو حاجة صحية وجميلة مش شرطي يعني الايرفراير ولا حاجة بس طبعا بما ان فيه ناس واصدقاء ليه بيبعتولي على الايرفراير فما فيش مشكلة خالصة طيب بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وببدأ ممكن احوش الخليط ده عادي جدا انا هحتاجه فقط تاني ادوب اضيف عليه بروح محوشه في كيس لو تبقى عندي من الشوفان ده واروح حطا في الفريزر واكتب عليه ان ده دي ايه شوفان استخدمه فقط تاني هاجي كده بالفرشة وفي بولة من بولات الصغيرة السغنانين لول ايوه هنحط كده شوية من الزيت بسم الله ممكن بقبل بخاخ هتبقى احلى بس انا ممكن اعملها كده للي ما عندوش بخاخ كده 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 والله يا أستاذ فضلا انا بقى احترم في سياتك وجهات النظر والله ما شاء الله وورق الزبدة ده كان مدهون بس احنا مش دهنينه دهن قوي يعني فاحنا لازم نعمل كده عشان ما يلزهش من الناحيتين كده اهو قل ما فيها ان هو ما ياخدش نسبة كبيرة من الزيت اهو وهناخد دي كده بسم الله والناحية التانية بسم الله وهتدخل الفرن ونبدأ الفرن عندي يشغله على حرارة 180 على الشبكة في النص بسم الله ندخل الصاغ الحلو ده بسم الله هسيب بس مسافة ما يبقاش قريب قوي لو انا مش هشغل الشواية دلوقتي انا كده فرن مروح خلاص اهو يلا بينا نبدأ نشوفه مع بعض هطلع شكله عامل ازاي طبعا ممكن نقلبه على الوش التالي لو حاسين ان الوش ده اخد اللون واكتفى ممكن نقلبه الناحية التانية ونتعامل عادي طور جامل حضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة دلوقتي احنا حطينا الصدور في الفرن بص بص كده عليها مع حضراتكم بدأت تجف بس سلس بصوه في جزء بدأ ياخد لون هلف بس السوق اهو من هنا شايفين دون هلفوا بقى كده يبقى الناحية دي لحد ما يستوت لا هو تمام هو طرمت دهل من تحت خلاص هياخد اللون عادي هنشوف بقى واحنا شغالين كده بإذن الله طيب انا دلوقتي هنعمل شوية مكارونا لطيفة جدا بالسبانخ هي مكارونا فلورنسا هي مشهورة قوي ومن المكارونات الجميلة طبعا لو عبدتوها بالسبانخ الفرش وقطعتو مع السبانخ ذي ممكن ورقتين ريحان ورقتين سل يعني ادوها بس شوية فايدة لان هي هيتحط فيها كريمة وماشروم فهي هتبقى من الطعامه حلو طيب خلينا نقول المقادير ونبدأ فيها مع بعض بسم الله عندنا المكارونا الفلورنسا هي مكارونا بنا وهنحط معاها كوباية من المشهوم شرايح وبصر مفروم كوباية من السبانخ كوباية من الكريمة عصير ليمون جبنة بارميجان لو كانت موجودة توم باودر وزيت زيتون ومالح وفلفل هي الحقيقة جميلة جدا من الأطعمة المكارونات اللطيفة ومشهورة جدا من في بلدها طبعا لكن خلينا نبدأ كده بالمشهوم طبعا المشهوم اللي بنجيبه لازم ننظفه بالمناديل علشان احنا حاضر يا روح قلبي علشان المشهوم ده من الحاجات اللي ايه زي ما بيقولوا السفينجة وليه أنواع كتير قوي احنا بقى في مصر هنا بنستخدم أشهرهم يعني المشهوم الابيض اللي احنا شغالين بي دلوقتي وانا هكتر منها عشان هو مفيد بصوا كده شايفين ازاي بناخد شوية حلوين كده المشهوم الفريش ده حاجة تانية يا جماعة والله فيه ناس متحبوا قوي وطبعا اللي ده بنقطعه من ضمن المشهوم عادي جدا لفوايد كتير عايز اقولكو هو محارب للكانسر وبيقوي المناعة جدا فيه مضادات كتيرة جدا للاكسادة غاني طبعا بالنسبة بوتاسيوم كبيرة اصلا هو من الحاجات اللي بتحفز على السوائل في الجسم وبيضبط مستويات الضغط بشكل كويس عايز اقولكو خالي من الدهون ومصدر عالي جدا للالياف بصوا بقى عايز اقولكو مليان معادي وفايتامينت يعني المشهوم ده دي بتقلل بقى من نسبة الكوليسترول الضار بصوا كده هناخد البصلاية دي بسم الله هنشوح كده اللي مش عايز يحط بصل خالص ويحس بتعبه ممكن يحط بصل بودر ماشي هنحط رشة ملح وفلفل ورشة فلفل وبعدين هنقلب كده التون بيليق جدا جدا مع السبانخ ومع المشهوم وطبعا لو تواجد المشهوم بلازم احط عصير ليمون شوية تمام انا هاخد هنا شوية المشهوم دول فلني احطهم هنا الاول بسم الرحمن الرحيم وطبعا بيخس شوية لما بيتعرب للطهي غير طبعا اللي احنا كنا بنجيبه معلب او اللي احنا بنعمله في البيت وبنحفظه بطريقة كويسة يبدأ يغمق كده لونه هحط معاه رشة عصير ليمون معلقة لازم من عصير ليمون هنقلب كويس كده شوية بقى من التون باودر كده اللي عايز يحط تون باودر باسر باودر في مكان اللي احنا حطناه مفيش مشكله خالص تعالوا بقى ناخد كده من السبانخ السبانخ دي كمان ورقتين ريحان مع السبانخ دي هيبقى حلوة لو هي فروزن هنعصارها كويس السبانخ دي مفيدة جدا انها مليانة مضادات اكسادة وبتقوي جهاز المناعة جدا بسوا ومفيدة جدا يا جماعة لتنظيم ضغط الدم بسوا عايز اقولكو بتعزز جدا صحة القلب والاوعيات الدموية وبتقلل برضو من الكوليسترول الضار في الجسم بسوا كميات كبيرة جدا من الالياف والسوائل الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الامعاء عايز اقولكو السبانخ دي ناس الممسكة بتاخد سبانخ عشان مش مطبوخة بتاكل السبانخ دي في العجة بتاكل السبانخ دي فيه ناس بتضربها على فكرة في العصير يعني يقولك العصير الأخضر ده بيحطو فيه التفاح ويحطو فيه سبانخ ووعدين كرفس ويحطو فيه ثلق وبيشربوا العصير الأخضر ده عايز اقولكو رائع وفيه معاه مقبق دونس كمان فبيبقى رائع بينقق الجسم زي ديتوكس عايز اقولكو هي مفيدة جدا طبعا لصحة الجلد والشعر لان هي مليانة في فيتامين ألف وفيتامين جيم ونسبة حديد لا يعلق عليها للناس اللي عندهم أنيمي يقولك دايما كل بتنجان وكل سبانخ وكل بنجر بصوا كمان بتحفز على رتوبة الشعر جدا وبتقلل من ظهور حب الشباب بصوا انا هنزل بالكريمة الكريمة دي بقى عشان قدي طعم كده وتستحل وهزود طبعا لقي الكريمة تقدروا بقى اللي عايز يحط مرق شوية ويدعم بمعلاقة دقيق شوفان مثلا مش شرط يكون دقيق أبيض يعني مثلا مفيش مشكلة بصوا كده دي الخليط بتاعها بصوا وبعدين هنبدأ نجهز هنا لتغلي بس غلوة حلوة هحط الجبنة للبارمجان بارمجانو أوريديانو طبعا لو متاحة يا دي نسبة بسيطة أو يعني تقريبا كده حاجة لا توسكر يعني جيش خمسين جرام أو حاجة بس تدي طعم وتستحنا بنعملها زي ما هي بتتعامل في البلدها يعني اللي عايز ما يحطش مش مهم البارمجانو أمش مهم يعني وبعدين هنبدأ اللي عايز يحط رشة بقى جوست الطيب ويزبط رشة الفلفل رشة الملح بعد وضع الكريمة والإدافات اللي احنا حطناها دي وبعدين هنحط شوية ماء المكاروني دي بقى البنة لو في شوية ماء المكاروني ما فيش مشكلة مش هتقول لأ أبدا أصلا هم بره فلما بتتسلق المكاروني لازم ياخدوا من الماء بتاعتها كده كبشة أو كبشتين علشان طبعا الكريمة هدي دي تاست وطعم جميل حقيقة مع الجبنة طبعا وطبعا مع الماشروم والسبانخ ففي ناس ممكن تبقى المكاروني دي مش على هواهم يعني بيحبوها بس احنا لازم نجرب حاجات تانية حلوة ومفيدة وممكن نضيف فيها الحاجات اللي احنا بنحبها بصوا دي المكاروني حلوة قوي مش عايزة أكتر عن كده هرفعها بقى من على النار وإيه نبص بص على الشفان والصدور بصوا بقى بدأت خلاص نتاخد فيه التسوية هنقيه هنضطر بقى نديها بس لون من ناحية التانية كمان اهو تاخد لون شوية تبصوا عليها براحتكم تسلع من شكرا وتعيلوا بقى لقدم المكاروني دي بسم الله تبصوا باسطا فلورنسا جامد جداً وسحوا هنا على قلبه حضراتكم طبعاً الجرمة بتسيح في وسط الكريمة فبتدي تاسته طعم للكريمة نفسها أو للمكارونة نفسها تغلفت بيها فبقى طعمها رائع جداً عالوا بقى نحطها هنا بسم الله ويهي هنستسمع حضراتكم في اننا نطلع لي استراحة بسيطة بصوا بمكارونة جميلة يتحكوا تجربوها واتدقوها وتقوليه رأي حضراتكم فيها الولادة على فكرة يحبوها قوي جداً لنها دي هتستحل وإحنا دايماً لما نروح اي مطعم بنبقى عايزين نقط بالباستا دي وانواع كتير كل واحد لوز وقل يعني بيحبها وايت سوس فهي يعني من حاجات الجميلة اللي بتعد من الحاجات البيضة أو الصصات البيضة يعني أتمنى تنون إعجاب حضراتكم اسمحونا بقى دريتي نطلع استراحة بسيطة هنرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفة حلوة جميلة نعملها برضو بالشوفان مكارونة دي ما تترميش هنحطها في كيس في الفريزر وقت ما هعوز مكارونة تانية يدوم هنزلها بمياه سخنة بتغلي وطلعها استخدمها في أي وصفة وحط عليها بقى مكارونة تبقى برانيز شوية لحمة مفرومة حطها في طاجن وحط عليها شوية فراخ بقى يا عندي مسلوقة وشوية معطزرين لوصوص أبيض هتبقى رائعة المهم إن هي هتشتغل معايا تاني مش يعني هستغنى عنها اسمحونا بقى نطلع الاستراحة وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحة يجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل احنا قدمنا الفراخ بالشوفان وقدمنا المكارونة وتعالوا نعمل وصفة لطيفة جدا بانكيك بالموز حلوة قوي الموز كتير وموجود والحمد للفترة دي دنيا جميلة تعالوا كده نعمل وندخل في جنين الأمح وندخل في دي الشوفان واستمتعوا بقى بالصدور الشوفان دي وكلوها كده بالشوكة والسكينة جميلة وخفيفة ولمحب الشوفان الناس اللي بتحبه هتستمتع جدا بالوصفة الخفيفة والبسيطة دي طيب تعالوا نقول ما قادرنا أنا عندي بانكيك هعمله بالشوفان عندي كوبات شوفان اللي هو الحبة الكاملة اتنين موزة مستوية يعني الاستوى عند حضراتكم عندنا اتنين بيضة عندنا معلقة صغيرة بيكينج باودر رشة قرفة ودي اختياري رشة ملح هستخدم فيه نهاردة مش السكر الأبيض هستخدم السكر الدايت لكتير من الناس اللي نوع اللي عند حضراتكم نهاردة هستخدم سلسل انتوا استخدموا النوع اللي بيريحكم عندي زيت للدهن كده في التاصة اللي أنا هبدأ أعمل فيها للتزين عايزين ده أضيفوا معلقة عصر أبيض عايزين تحطوا قطعة من الموز من التوت من الفراولة هي عموما الفراولة والتوت من الحاجات الصحية جدا لنسبة السكر فيها وليلة جدا ويعني ما بتعليش نسبة السكر في الدم الحقيقة فهي جميلة من الفواكه الحلوة حقيقي يعني الموز طبعا فيه نسبة السيوم عالية لكن فيه نسبة سكر برضو يعني احنا لو كنا عندنا هبوط وكاننا موزة هنسقف بعد الموزة أكيد لكن للأسف حتى ما باكلش موزة واحدة باكل أكتر من موزة عشان كده لازم نقنن تعالوا بقى نقول ايه بسم الله هناخد كده أول حاجة البيض بسم الله الرحمن الرحيم هذه البيض وهنحط كده أول بيضة نتطمن ان البيض كله تمام عشان ما حطش كله فوق بعضه بسم الله الرحمن الرحيم هذه البيض وطبعا هحط رشة من القرفة لإن عايزة أكثر اللي هو ريحة البيض وفي نفس الوقت اهو رشة بسيطة وبعد البيض هنحط الموز بسم الله الرحمن الرحيم بصوا ايدي الموز ده كده اهو موزة كمان موزة كمان عشان ما نزعلش حال اهو الموز المستوي خلوا بالكم عايزة أقول لحضراتكم ان الفكهة المستوية دي يعني الفكهة انا مثلا باشتهي موز بجيبه أخضر شوية بحبه يعني ايه بأخضر تبقى نسبة السكر فيه هادية شوية كل ما الفكهة تقرب للسوى وتبقى مستوية كل ما السكر فيها بيزيد أكتر دي معلومة برضو طي هناخد كده شوية من جانين الأمح هاخد معلقتين ليه الأمح ده مهم ولو موجود هحط بقى سكر بس هحط الأول معلقتين من جانين الأمح أنا بقى عايزة أعمل حاجة صحية وتعالوا بقى ناخد سكر سسل أنا مش عايزة أدعم إلا بواحد بس كيس واحد اللي هو بيحلي معلقتين وده علشان أنا هستخدم سوس من بره سواء بقى الميربر سيرب أو اللي هو السوس العادي أو إن انتو تخطوا معلقة عسل واحدة زي ما يراجع حضراتكم دي معلقة كفاية أنا مش عايزة كده كفاية السكر اللي في الموز بس أنا بقول برضو ندعم للناس اللي هي عايزة تقنن من نسبة السكر الأبيض ومش قادرة فمنحاول نساعد وطبعا أنواع السكر زي ما اتفقنا كتيرا اللي مع السكر الدايت كتير أهم حاجة أنواع تكون تستطيع وطعم وطعمه ما بيتغيرش في اللمه بيتسخن وانتو مرتحين فيه هناخد من دقيق شوفان كده دي تقريبا هتعمل كوباية هو وهناي أخد كده لا احنا هناخد كده رشة من البيكينج باودر وأنا هدعم معلش بشوية من الميا مش هحط لبن خرص وتعالوا نضرب بقى الخليط الحلو ده بسم الله موسيقى دعني أجرب بس بالسباتيولا كده آه حضيت نعمل كده رشة القرفة دي اغانتنا عن الفانيليا اللي مش عايز يحط القرفة يحط الفانيليا مفيش مشكلة خالص موسيقى أنا هنا ممكن نحط بقى هنا شوية شوفان حبة بس موسيقى وهندهن بقى زيتا مش حط زيت هنا جوه لحيا موسيقى خلي بقى فيها شوية قشور كده خفيفة تعالوا بقى نحط بقى الطوصة كده بسم الله كده وانيه سخنها مش هاي سخن قوي عشان تبقاش حر قوي خلينا الاول هنسيب طبعا البنكي كده في بولا يرتاح شوية هنا وانيعلو هذه بولا بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى ده ينفع في الفطار ينفع يعني الولاد اي حد حابب حاجة تكون مسكرة تبقى لطيفة الحقيقة جدا والسقوين بتاعه يبقى كده فسيبه بس يرتاح عشان دقايق قبل ما ببدأ اعمله هو بسيط في عميله مفهوش حاجة يعني موسيقى موسيقى هسيبه هنا وهنبدأ بقية امسح كده للبان واجهز الزيت جامبي برضو هسخنها بس كويس موسيقى موسيقى وبين كل واحدة والتانية انا ضروري اعمل اه مسحة الزيت دي تماما هتبقى جامبي هنا وهاخد كده لوش او اى اي حاجة بس تعمل الدايرة اللي انا عايزة او حجم الدايرة اللي حضراتكوا عايزانا ايه زي فكرة الاطايف مسلا نسخنها بس كويس هنا برضو انا ممكن اعطى ايه موزايا كده سلايدز ممكن ايهم هاخد نستخدمهم دلوقتي مع الكيوي على حسب الحجم اللي حضرتكم عايزينه عايزينها كبيرة شوية تبقى واحدة كده شافية كافية ماشي تمام تبدأ بس تتماسك مش عايزة ازود النار عليها قوي عشان ما تتلسعش من تحت طبعا الخروم اللي بتبدأ تظهر دي تفاعل اللي ايه الباكينج باودر الخميرة يعني اللي احنا حطناها تبدأ تعمل بفاهم كده خفيف تشد اه بس انا بقى هدي مرة عشان ايهم ما تتلسعش شايفين الراحة دي بتخلي الخميرة تتفاعل او فاكينج باودر يعني يبقى كويس شاكده حتى ببنيني نعمل كرب بنسيبه ربع ساعة كده او عشر دقيق برضو يتماسك اهو اللون حلو بس انا ايه مش عايزة احمر عجل عفكة اللون ده اللي بيدي اللون الدهبي ده بيدي طعم حلو او يعافين لما نيجي نعمل كربة ونحمصها سنة كده فبتدي طعم حلو دي يجي تاكلوها مع شوكولاتة او مع حاجة هي نفس الفكرة ناخد العريضة دي ايوه وناخد ده كده في الجناب هيمسك تاني اللاسعة دي بقى بتدي طعم روعة اللي حضراتكم شايفين هدي اهي ونضم دول كده ترجع تاني تمسك فيها وتستوي معها وتبقى رائعة اهم حاجة نار ما تبقاش عالية قوي علشان ما تتلسعش مننا وتدي درجة سوا حلو بسم الله طبعا احنا بنتغرب اللي ايه ان دي ايه شوفان بيحتاج شوية نسبة سوايل احنا حطينا شوية مية الموز طرة والبيض ده كل دي عناصر بتساعد ان يبقى فيه اا يعني ايه مادة اا مطرية من الموضوع او من الوصفة ككل فانا بزود شوية مية وبقيس شوف المقدار المحتاج ولا لا انا زود تدريجي افضل ما يبقى تقل مني وما بقاش مزبوط طبعا ده بيتاكل سخت بيبقى ممتاز ينهار عالجمال نعلو بقى نطلع كده احنا عمليه طبق هنا فيه شوية لبقسة بيهم هنا من اهو حاضر اهو ياه ده بصراحة الحاجات دي بتبقى جميلة جدا للفطار حتى الصبح الولاد اهو حبت هنا واحدة اهيه اللي يطلع الدخان والجمال ده وتعالو يمسح كده مسحة بالمنديل بالنظف ونقلب تقليبة وناخد واحدة تاني بسم الله الرحمن الرحيم يعملوا بقى اللي انتو عايزينه يعني هي فكرة لطيفة ممكن نستخدم الفكهة فيها بشكل حل الموز جميل جدا ويعني متوفر في الشطط بشكل كويس ويعني البلد دي منه حلو احلى بكتير يمكن من المستورط كطعم وككل حاجة وقالينا لقينا افكار لطيفة للموز اللي بيبقى يعني ايه استوى عندنا نقدر ندخله فيه بان كيك وندخله في الكرب ونقدر ندخله فيه كيكات نقدر ندخله في كل حاجة احنا حابين نأملها اهم حاجة ان الكيك ده لو هتعملوا كيك اهم بان كيك بيتكل على طول تقدروا تحفظوا بان كيك ده في الفريزر على فكرة بين كل طبقة والتانية زي ما حضراتكم شايفين كده بنحط ورق الخبز اللي هو ورق الخبز الزبد الله ينور عليك ليه علشان نحافظ عليهم يلزقوش في بعض وتبقى مظبوطة وجميلة حيب واحطوهم في طبق واغلفهم بالكلان في لو دخلهم جوه فايل او جوه كيس تاني واسبهم في الفريزر اخد اسخن في المايك ريف لو انا حابة يعني ومزنوقة ما عنديش وقت كتير واطلع احط عليه شوية فكهة شوية كيوي فرولتين الحاجات دي مع الولاد بتبقى جميلة ومغزية ونستفيد بالفكهة مع حاجة هم بيحبوا احطوا بقصة الشوكولاتة خام اعملوها انتو شوكولاتة الخام الدارك سيحوها كده على البخار وقدموها لهم هيتبستوا بيها قوي انا هعمل كده بالفعل الشوكولاتة كمان من الحاجات اللي تدي سعادة وبتبقى الخام فيها اللي نسبة الكاكاو فيها 70% بتبقى جميلة جدا ومفيدة شايفين انا بحب قوي دار عايزة انزلها كده زي يا سلام انتو محتاجين واحدة كمان ولا ماشي اوكي مالكم مصوطي عايزينها سخنة طبعا فهمتا ايه قلولي عايزين تكلوها سخنة ماشي بسم الله طبعا بروح رفع البرمن على النار كده سبهاش بقى على النار في المنتصف عشان لما احط ما تتلسعش مني شايفين حاول يعني اقرب الايه تاكنس او الالتخانة والسماكة ليه يبقى قد بعض مش عايز الفان تبقى متصنطرة قوي يعني بس ايه عشان ما تتلسعش مني قوي لان كل ما الفان بتسخن قوي كل ما بتديني ده ولازم مسحة دي عشان لو في حاجة تلسعت في الطاصة ولا حاجة بقى اسمي نضفت الطاصة ومخلتش فيها بواقي من المحروق دي تطلع في البانكيك بتاعتي لايز يحط بقى عسل ماشي شوكولاتة خام ماشي كل دي حاجات متاحة لحضراتكو زي ما الولاد دي حبوا تعملوا بقى حجام اصغر حجام اكبر مفيش مشكلة خالص والفكرة بيبقى في الحاجات الجماعية حلو يعني ممكن يتقطع كمال كده وبيبقى سلايد كده عامل زي الطرطة في ناس بتعملوا بشكل كبير ماشي حبايبي حلو كام هسويها عادي جدا كل ده بيمسكانة وبيلزق عادي كريب كمان لي محبين نعملنا حلقة كريب جميلة نعم أهم حاجة الطاصة ما تكونش بتلزق والسخنية الطاصة مهمة جدا شوفوا أنا لو جيت حطتها تسخن قوي هتروح لسعة مني الكريب بتنسوش إنه هو فيه نسبة سكر برضو مش سكر كتير سكر الفكهة للبانكيك فيه نسبة سكر في الفكهة فخلوا بالكوا جدا آه يا سلام يلا بينا يلا بينا هنبدأ بقى ممكن بقى كده آه لا أنا هحطها لكوا كده عشان ما تتخنقوش وتاخدوا وقته قبل ما كل واحد أنا عايزها كده عشان التصوير حضرتك لكن في البيت طبعا هنقطعها للولاد أكيد يا نودي يعني حبيبة قلبي يا نودي تعالوا بقى أنا واخدى هنا كام وزايا هقدر يروي أنا هقدر ينودي حاضر نحط عسل كده وناخد العسل عشان نبقى حطينا الحاجة مفيدة والشوكولاتة الخامة وصفة من الوصفات الجميلة جدا شايفين زي وتعالوا بقى من الشوكولات الخام بسم الله شوية كده للولاد خيوط خفيفة تسلموا حبيب قلب صحة وهنا على قلب حضراتكم ونوديها بقى هناك بص السخنية بتخلي الشوكولات تسيح وتبقى حلوة طعم طبعا بيبقى مختلف وهذه الحلوة بتاعنا ويا رب النهاردة الوصفات تكون بسيطة وخفيفة ونقدر نعمل بها حاجات حلوة في البيت وسريعة وموجودة ونستغل الحاجات الصحية بشكل كبير يعني أنا اللي ما بيجيدي كومنت من حضراتكم على أي حاجة الحقيقة بحاول أن أنا دايما أعملها من خلال الحلقات عشان لما تحبوا تدوروا عليها تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا الوصفة تبقى سهلة البانكيك حاجاته جميلة وطعم سبحان الله البانكيك اللي هو بالشوفان ده وبجنين الأمح واللي احنا عملنا بالموز ليه طعمه تست والله رائع وراقي جدا عكس اللي احنا بنكله بالديل العادي الأبيض أنا طبعا بشكر حضراتكم طبعا لحسن المتابعة أمنا دايما نكون عند حسن زنكم ودلوقتي نستعيد للفقرة الطبية في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة